أولاً هبدأ بمشيئة الله علشان أبين ما هي العين العين يا جماعة عبارة عن شعاع زي ما العلماء قالوا بيخرج من هذه الجارحة أو هذه الآلة التي خلقها الله سبحانه وتعالى العين موضوع خطير جداً العين عبارة عن شعاع بيخرج من هذه الآلة مسموم فيصيبه المعيون ولكن بإذن الله هي دي النقطة اللي لازم نعرفها أن العين مرض من الأمراض عبارة عن شعاع مسموم وشعاع بيخرج من هذه الآلة اللي في جسم كل إنسان فينا بتصيب المعيون اللي وقعت عليه العين علشان كده لازم نعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم بيين لنا في حديث جميل جداً أن العين حق كما قال رسول الله إن العين لحق هذه العين ربما أصابت الإنسان بالمرض هذه العين ربما أدخلت الإنسان القبر واليدري هذه العين ربما أدخلت الجمل القدر كما قال رسول الله والنبي ضرب الأمثلة علشان يبيننا خطر العين لازم نتحصن منها ونعرف التحصين بإذن الله العين لا فرق فيها بين الصالح والطالح يعني أجماع يعني ممكن الإنسان يكون صالح أو ممكن الإنسان ما يكونش حاسد ومع ذلك يصيب بالعين علشان كده قصة جميلة جداً الإمام البخاري أوردها في صحيحه عن سيدنا سهل ابن حنيف هذا الرجل كان جميل الخلقة كان أبيض بياضاً يلافتاً للنظر في أم الأيام بيغتسل أمة الإسلام فجسمه ظهر من فوق فجيه سيدنا عمر بن ربيعة قال له ما هذا الجلد الأبيض يعني يقول له أخبر بلك جلدك جميل جداً جلدك واخبر بلك شكله حلو فأصابه بالعين كما قال الراوي فإذا به يتلبط عن يقع واخبر بلك ويمسك بطنه فالموضوع الرحل للنبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ علامة يقتل أحدكم أخاه من نظر نظرة كهذه فليبارك يبارك يعني إيه؟ يعني بسم الله ما شاء الله تبارك الله لا حول ولا قوة إلا بالله علشان كده لازم أنت بتبصر الحاجة حتى حتى كنت الشخصية حتى زوجتك في البيت حتى أولادك حتى عملك حتى السيارة بتاعتك لازم تسمي الله ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله العين يا جماعة موضوع صعب جدا فلما النبي صلى الله عليه وسلم قال له كده أمر العائن اللي هو سيدنا عمر بن ربيعة اللي هو حسد أو أصاب سيدنا سهل بالعين وقال له إيه؟ قال له توضأ ثم أخذ هذا الماء وبعد كده أمر النبي المعين أن يغتسل به فبارئ بإذن الله وينعرف إن شاء الله عز وجل لما نتكلم عن علاج العين طيب النبي صلى الله عليه وسلم بيقول حديث جميل جدا لو كان شيء سابق القدر لسبقته العين بيبين خطورة الموضوع يا جماعة إن لو في حاجة هتسبق القدر اللي ربنا قدره من السماء هتبقى العين ليه؟ علشان خطورتها ثم قال النبي والدعاء ينفع مما نزل وما لم ينزل صلوا عليه سيدنا الشيخ الشعراوي له رأي جميل جدا في موضوع العين بيقول إيه؟ بيثبت هذا الحديث وبيثبت وبيدلل على وجود العين في حياتنا بحاجة علمية حديثة قال لك إيه رحمه الله؟ قال لك إذا كان البشر النهاردة استطاع أنه يخترع شعاع اللي هو شعاع الليزر يفتت به ما في داخل الإنسان دون أن يفتح أمة الإسلام فتحا أو جرحا يعني النهاردة عندنا أشعة الليزر ممكن الإنسان يتعالج بيها في الحصوات والكلام ده كله بتفتت الحصة دون أن تخترق ظاهر الجلد فإذا كان الإنسان استطاع أنه يصنع شعاع بهذه القوة فما بالك بالعين اللي هي خلق الله سبحانه وتعالى ربنا سبحانه وتعالى جعل فيها المدد وربنا سبحانه وتعالى جعل فيها الشيء التاني اللي هو الخطر علشان كده لازم النظرة تكون مصحوبة بذكر الله وحد الله سبحانه وتعالى سؤال مهم جدا لازم نعرفه هل العين دي بتصيب الإنسان فقط ولا ممكن تصيب الإنسان فيما يملكه يعني أنه نهاردة في واحد بص الواحد وخبالك نظرة عين وبعد كده أصابه هل بتصيبه هو في شخصه قالك لا ممكن تصيبه في شخصه وممكن تصيبه في ماله وممكن تصيبه في أولاده وجميع مجتملات حياته علشان كده في النقطة ده أنا بحذر من موضوع مهم جدا النبي يا جماعة قال لنا حديث جميل استعينوا على قضاء حوائيكم بالسجر والكتمان احنا النهاردة عندنا مشكلة وعندنا مرض السوشيال ميديا السوشيال ميديا يتعامل لشان التواصل الاجتماعي مش علشان الإنسان يعرض نفسه ويعرض وخبالك حكته ويعرض وخبالك أهل بيته النهاردة بنشوف كل واحد بنزل صورة ابنه ومشاء الله صورته شكله جميل ممكن يصب بالعين وده حصل كتير جدا واحد اشترى عربية جديدة أول ما اشترها واستلمها رح مصورها ومنزلها وخبالك على صفحته ممكن يصب بالعين عشان كده فيه ناس بتحكي يعني مثل هذه القصص بواحد بقول أنا كنت لسه شارس سيارة من المعرض ورحت متصور بها ونزلتها على السوشيال ميديا فجاتني التعليقات واحد قال له كذا واحد قال له كذا بعدها بنص ساعة أصابه حادث نسأل الله العفوة والعافية أمي بتحكي عن نفسها وعن العين وبتقول بنتي كانت جميلة جدا 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 وكنت مبهورة بيجمالها فصورتها ونزلت وخبالك على الصفحة بتاعتها أصابها مرض أمة الإسلام علشان كده لازم نستيقظ أن العين صعبة جدا